قلنا زمان في أفوض أمري إلى الله أن هذه الآية استنبطها منها الإمام جعفر الصادق لما هناك بيقول الاستنباطات القرآنية اللي استنبطها بيقول عجبت لمن خاف أي واحد يخاف من أي حاجة عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل يعني أي واحد يخاف من أي حاجة يفزع إلى إيه حسبنا الله ونعم الوكيل فإني سمعت الله بعاقبها يقول إيه فانقلبوا بنعمة من الله وفض شفوا عبرت حتى عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل فإني سمعت الله فكأن القرآن لما يطلع إيه وعتقد دفن بيتليه الله يتكلم شف سمعت فإني سمعت الله بعاقبها يقول أنقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يفزتوا بسبب وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فإني سمعت الله بعاقبها يقول فوقاه الله سيئات بامك وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها حتى طلب الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللي عايز الدنيا تفتح لباحة يقول في كل حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله مش أعرف صوت الكهف ولولا إذا خلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لأني سمعت الله بعاقبها يقول إن ترني أنا أقل من كمالا ولانا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي وعجبت لمن اغتم والاغتمام معناه إن انكباض صدر ما يعرفش سببه إيه وانت ساعة تقول كده والله أنا مش عاد بدأي منه أنا مش عاد وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لأني سمعت الله بعاقبها يقول إيه قال إيه ربنا بعد دي فاستجبنا له ونجيناه من الغم ودي مش خصصية له وكذلك ننجي المؤمنين يبقى إذن الإمام جعفر الصادق دينا رجدته لمنرسات الحياة تخاف من شيء قل حسبنا الله ونعم الوكيل تخاف من قوم ينكرون بكل وأفوضوا أمري إلى الله إن الله بسرهم من البلد عايز الدنيا قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله في غم داخل عليك كده ولا تعرفش سبب قل لا إله إلا أنت سبحانك